أنت الآن ذهبت إلى الولايات المتحدة مع عبد المنعمل هنا على أي مستوى التقيتم بالأمريكان؟ المستوى اللي وجدناها أمامنا عرفت المستوى ده إيه؟ أم عرفت معرفتوش لكن عرفت أنه دول مسؤولين أمريكان مسؤولين أمريكان من السي آي إيه؟ بالتأكيد منهم كانت توقع لو إذا كانت توقعنا غير هذا يبقى المخطئين يبقى نفهم ناشي ما الذي ضار بينكم وبينهم؟ اللقاء الأول كان عام اللي هو كان فيه حاضر عبد المنعم اللي هو عام على أساس أنه هل شعرت أن عبد المنعم الهوني يعرفهم التقى معهم أبليك؟ بالتأكيد 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 يعني الرجل على علاقة قديمة بالتأكيد أنت فقط أنت يعني هو توصت أنه يجيبك لي يجيبه وبعدين أيضا بالتأكيد يهم هو يكون حاضر وهمهم أيضا أن يكون حاضر فالجزء العام هذا في المعارضة وأسبابها الجزء الأساسي الجزء الثاني الخاص لي كان معي أنا بس ماذا ضر بينك وبينهم في اللقاء الأول؟ فكان عندهم سؤال أساسي وحيء يعني أكيد يكون وحيد بالإضافة ما هو؟ هو هل أنت من الإخوان المسلمين؟ في الوقت ده؟ في الوقت ده الف تسعمائة واحد وتمانين؟ نعم ف الف تسعمائة واحد وتمانين؟ واحد وتمانين نعم يونيو واحد وتمانين نعم قبل تأسيس الجبهة أنا كان تحركي عند هذه المرحلة كلها شخصي شخصي فكان فقلت لما أنا لست على علاقة بالإخوان وليست لأي علاقة بأي تنظيم إسلامي أو غير إسلامي يعني هنا الـ CIA قبل أن يفكر في دعم المعارضة الليبية للتخلص من معمر القذافي في يونيو 1981 الرجل الذي كان يمثل الوجه الجديد الذي يمكن أن يجمع المعارضة وهو محمد المجريف حينما التقى مع وفد الـ CIA للمرة الأولى في واشنطن كان السؤال الأول هل أنت من الإخوان المسلمين أم لا وأنا أعتقد أن طوال المرحلة أو لحد الآن ربما كان دائما يحاولوا أن يجدوا أي مثلبة في إيجابتي ما يثبت أني أنا كنت كاذب بالنسبة للمثالك اللحظة لكن أقول لك بقيت إيجابتي طبعا بس قلت لهم أنا أيضا بدي أن أكدكم على جملة أشياء تتعلق بالشخص يعني أني أنا شخص أؤمن إيمان مطلق بأهمية القيم الروحية في حياة الإنسان بدون تحضير وأقسم بالله أن هذا الأمر كان يعني نعم منتما توقعت الشيئولو لكنت من الإخوان ولا لا فأؤمن إيمان مطلق ولولا هذا الإيمان عندي أنا ما كنت أثناء وجودي في ليبيا في الرئيس ديوان المحاسبة أني أقارع أقف ضد القذافي بالطريقة اللي قفت بها وأني أنا أنجو من الوقوع في فخ الفساد اللي كان موجود ومنتشر نعم هذا السبب أيضا لو لهذا الإيمان ما كنتش أجد الشجاع أني أقف في مواجهة القذافي بهذه القوة بهذه القوة ترجمة نانسي قنقر